اشتركوا في القناة امطار محليا تقدر تكون معتبارة وكذا مولا بدا سما رح تكون على المناطق الداخلية حتى الاطلس الصحراوي على المناطق الجنوبية بحول لهجوة صافية ومشمسة جزول درجات الحرارة الدنيا المرتقبة لصباحة الغد اذا منخفضة درجتين تحت الصفر على كل الهضاب العليا تل درجات على قسنطينة خمس درجات رح نسجلوها على تيزيوزو على منطقة لمسان وحتى على أقول بويرا وبرج برريت تل درجات على أقول شلوف سبعة كامي قياس على كل سواحل الغربية وكذا الوسطى ثم درجات على أقول كل السواحل الشرقية واحدة على منطقة إلزيعين آمينة سربعة درجات على الصورة على الواحة وكذا نفس المقياس على ثمان رسطة وطناش في أقصى الجنوب الجزائري أما بالنسبة للوضعية الجوية المرتقبة لظاهرة الغد بحول له اتراض جوي أيضا على كل المناطق الشمالية الساحلية واحدة المناطق الداخلية خاصة الغربية سماء مغيما ننتظر أمطار محليا تكون معتبرة وملابدة سماء رح تكون على المناطق الداخلية أقول الوسطى وكذا الشرقية توصل حتى المنطقة الثورة ونفس الوضعية رح تكون على منطقة صحراء الوسطى واحدة على إلزي وعين آمينة ودائما في الموعزة وبرملي على الصحراء الوسطى بفعل رياح دائما تكون قوية محليا على هذه المناطق أما بالنسبة لباقي المناطق الجنوبية كالجنوب الغربي أبواب صحراء وحتى أقصى الجنوب الجزائري على الهجار والتصل لأجواء صافية ومشمسة أما بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى والمرتقة بل لظاهرات الغد مشاهدين إذن كمرة نشفو 8 درجات رح نسلوها كمقياس على كل مدن الأوراس 9 درجات على البيض على الجلفة 10 درجات على قسنطينة 12 درجة على التزيوز وعلى البويرة 14 على الشلف 13 على تلمسان 16 درجة رح تكون على وهرن 15 على العاصمة وضواحيها 14 على كل السواحل الشرقية 19 درجة على الثورة ونفس المقياس على 21 درجة على مطقة غردايا 22 على الخط الرابط أقول من 2.6 صحراء حتى إليزيو وعين أميناس وكذلك نفس المقياس على أدار الورقان 20 إلى 21 درجة على الهوغار واتصل و27 في أقصى الجنوب الجزائري على برج برج مختار عين الزامعين أزواب على 2 زواطين أما بالنسبة للملاحة والصيد البحر إذن البحر لنهار الغد بحول الله رح يكون عموما قليل إتراب إلى مطار بإذن قليل إتراب على السواحل الغربية من مرصب المهدية حتى للسرعة الرياح 20 كم في ساعة ومن دلس حتى للقالة إذن مطارب سرعة الرياح 40 كم في ساعة وتكون هذا الرياح عموما رح يقول تكون شمالية غربي على السواحل الجزائرية إذن ختموها كالعادة مشاهدنا بالمعلومات الفلكية لنهار الغد 21 جنبير 2019 الشروق والغروب على العاصمة وضواحيها مبقى لنقولكم شكرا ترجمة نانسي قنقر